الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم كتابه المدين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق والصلاة والسلام على الرحمة المحدات والنعمة المسدات المتمم لمكارم الأخلاق وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإفسان إلى يوم الدين القائل فيما رواه أبو سعيد الخضرين لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو ادقلوا في جهر الضب لاتبعتموهم لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه الشيخان وبعد عباد الله إن من العقائد المهمة في هذا الدين أقيدة الولاء والبراء الموالات للمؤمنين والمعادات للكافرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوسق عرى الإيمان الموالات في الله والمعادات في الله والهب في الله والبغض في الله بل إن الإيمان لا يستكمل إلا بهما كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان والولاء هو المحبت والنصر والإكرام بأن نكون مع المؤمنين ظاهلا وباتنا والباراء هو البرد والخلاس والعداوة بدادًا بل موام بمساعدنا إننا في الأجل يسعرين نعمة الله بكثير نعمة ما تابنى تابنى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لها التقلق في في الوقت جديدة المعباب ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر